أهلاً وسهلاً بكم أعزائينا المشاهدين ومرحباً بكم هذا هو لقاؤنا المتجدد معكم وهذه هي الفضائية الأرامية وبرنامجنا ربنا موجود فرحانين أن نكون معكم في هذا المساء وبرنامجنا هذا وموضوعنا لهذا اليوم هو بركات الباب الضيق يدخل كلمة الرب ادخلوا من الباب الضيق ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه نشكر الرب من أجل موضوعنا لهذا اليوم عن الباب الضيق يا أبونا ورح نشوف ما هو الباب الضيق وما هو الباب الواسع أو الرحب ورح نشوف من اللي رح يدخل للباب الضيق ومن اللي رح يدخل للباب الرحب والواسع لكن قبل ما نبدي بموضوعنا لهذا اليوم أحب أن ترفع كل المشاهدين الأعزاء أكيد اللي دين تظرونا الآن على هذه الشاشة أن نصلي من أجلكم ومن أجل الشعب العراقي والشعب المصري والشعب السوري اللي وضعهم الرب على قلوبنا حتى نرفع هذه البلدان المتألمة والمتضايقة والمضطهدة أيضا يا أبونا وأيضا نصلي من أجل المرضى بشكل عام وعدنا لستة كبيرة من حقيقة طلبات الصلة اللي انبعثتنا يا أبونا أن نصلي من أجلها وأكيد رح نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم بعد أول نصف ساعة من البرنامج لكن قبل ما نبدأ بكل هذا اتفضل يا أبونا ارفعنا بكلمة صلة حتى نتعزى ونتبارى قبل ما ندخل إلى البرنامج بحضور ربنا يسوع المسيح بسم الأب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين إلهنا الصالح الحاضر الآن بيننا على حسب وعدك إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي أكون في وسطهم ونحن كثيرين جدا يا ربي ننتظر كلمة الحياة ساجدين تحت أقدامك سامعين لصوتك عاملين بروح الكلمة الخارج من فمك المقدس والطاهر أرجوك يا إلهنا في هذه اللحظات استمع إلينا يا إلهنا ونحن نطلب من أجل سلام العالم كله العالم المضطرب العالم المتشاحن العالم الذي يقتلون بعضهم بعضا بل ويقتلون أبنائك وأولادك يا ربي ويعادون كنيستك ويحاولون تحطيمها لكن هاي هات يا ربي أنت قلت أن أبواب الجحيم لن تقو عليها جايز نتضرر في الحجارة لكن لا نتضرر في الإيمان ولا يضع في إيماننا جايز يهدمونا يا ربي بعض بيوت من بيوتك لكن ما يقدرش يهدموا الإيمان المستخر والعميخ في قلوبنا يعطينا يا ربي ثباتا في الإيمان قوة في الرجاء منتظرينك يا ربي أن تجدد وجه العالم الذي وقع في يد الشرير أرجوك يا إلهنا أنظر إلى الذين مضروبين ومطهدين ومتألمين ومتوجعين ومطرودين من بيوتهم والمنتهك حقوقهم ومنتهك عراضهم في سوريا في لبنان أيضا في العراق يا ربي الحزين لكن أنا واضح أن إيدك بتعمل يا ربي في كل مكان ليبيا أيضا واليمن أذكر يا ربي كل هذه المناطق التي تتألم يا ربي أولاد وبنات صغار أطفال صغار انتزعت برائتهم أرجوك يا إلهنا أنظر إليهم لا طعام ولا غزاء ولا كساء بل يا ربي مطروحين في العراء أنظر إليهم يا إلهنا أنظر إليهم رجحهم إلى بيوتهم سالمين غانمين كاسبين أرجوك يا إلهنا طبطب على القلوب الحزينة امسح الدموع يا إلهنا إيش في كل مريض يا ربنا يطلب إليك بروح الإيمان وبقوة السبات في الإيمان أن يدك طاهرة ويدك فاعلة ويدك شافية أشكر الحزين يا ربي عزيه أشكر يا رب الأرملة واليتيم والغريب والضيف أشكر رب الذين ليس لهم أحد يسأل عنهم أشكر يا رب هذه الخدمة المباركة أشكر القائمين عليها واحد واحد وواحدة واحدة وكل الذين هم خلف الكاميرات أعطيهم يا رب أيضا قوة فوق قوة أعطيهم نعمة فوق نعمة أشكر يا رب بنتك نادية أشكر زروفها وأشكر حياتها وأشكر خدمتها أرجوك يا إلهنا أشكر أيضا بنتك الغائبة الحاضرة بنتك نوال وكل الأسماء وكل الأشخاص الذين يخدمونك بكل خلوبهم في هذه القناة أشكر يا رب رئاسة القناة أشكر يا رب احتياجاتها أيضا أنت يا رب قادر أن تكفينا بالخيرات أن تملأ هذه القناة بكل احتياجاتها لكي تخدمك يا ربي وتصير كارزة في كل مكان في العالم وهي تمتد بيك أنت وبقوتك أعطيهم يا ربي أن يمتدوا أكثر وأكثر وسعت خومها يا ربي اجعلها أن تكون سبب في رجوع كسرين حتى الذين هم في غير الإيمان لجيأتوا تحت جناحيك تحت الصليب مؤمنين بيك يتمتعوا بحياة الحرية الحقيقية والمحبة الكاملة أذكر يا رب كل أحد يرفع إيدي دلوقتي ويرفع عيونه الآن وقلوبهم مرفوعة إليك استجب يا رب لكل طلبة على حسب إرادتك الصالحة ومحبتك وحكمتك بارك يا رب على الجميع واجعلنا إلهنا أن نكون دائما طائعين للكلمة محبين لك بالحقيقة وليس نكون سامعين كعادة ولكن سامعين عاملين بالكلمة استجب لنا يا ربي عندما ندعوك لك كل كرامة وكل بجد آمين 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 شكرا يا أبويا الرب يطول عمرك يا أبونا اليوم بركات الباب الضيق عشان كده أنا عايز أدي بس ملحوظة نعم إن حضرتك قلت وده صح قلت موضوع النهاردة الباب الضيق والمخرنة بينه وبين الواسع نعم معلش نقول بركات الباب الضيق عشان يمكن اللفظ ده جاز مش بألوف لأوداء لأذاننا لكن فعلا إحنا عايزين ننظر إلى الباب الضيق نظرة أخرى أخرى مختلفة نظرة مختلفة تماما وخصوصا إنه المسيح له المجل في لؤة 13 والعدد 24 اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق يا ها يعني أدور على الباب الضيق وخش فيه هو بيقول كده اكتائدوا خليش راح أقول كلمة الرب في لوقا وفي متى يا أبونا من لوقا راح نقرأ نقرأ من لوقا 13 عدد 24 و25 آمين ومن متى 7 14 و15 13 و14 13 و14 نعم بسم الله الاب والابن وروح القدس الاله الواحد آمين آمين كلمة الرب تقول في لوقا 13 والعدد 24 اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فأني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدروا من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم وأيضا كلمة الرب تقول في مت والإصحاح السابع والعدد الثالث عشر تقول كلمة الرب ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه ولإلهنا كل مجد وكرامة يا أبونا أنه شفنا هناك بابين واسع وضيق الضيق يؤدي إلى الحياة الأبدية والواسع يؤدي إلى الهلاك نحن بمفهومنا يا أبونا كبشر ونحب بصراحة يا أبونا أن الأشياء تكون سهلة وليس معقدة وليس صعبة فنحن نحب أن ندخل دائما من الباب الواسع لأنه بينه الراحة وبينه أكثر سلام واطمئنان لأنفسنا فكيف الرب يسوع المسيح أكثر رفاهية رفاهية بالنسبة أنه سلام يكون لأنه بما أنه مخدوعين بالسلام بما أنه أنا مطمئنة فأكون مخدوعة بهذا السلام لكن لماذا قال الرب يسوع المسيح ما أقرب الطرق أنا أطعتك أنا متأسف ناخد يعقوب رسالة يعقوب الأساحل الأول العدد 12 13 يعقوب إرسال الأساحل الأول العدد 13 يقول لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله نعم لأن الله غير مجرب بالشرور وطبعا نحن عارفين في ماتة أربعة ولو أربعة لما تجرب تلت مرات تلت تجرب من الشيطان غير مجرب بالشرور ما يقدر الشيطان نعم يجرب المسيح ولا يجرب أحدا ما يسقطش أحد ما يحاولش يسقط أحد نعم ولكن دي اللي بقى الآية لأنا عايزة أو كلنا عايزة شوف إحنا زي بنتخدع بنتخدع نعم من الباب الواسع نعم ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تلد موتن تعالي نقف في محطتين هنا في الآية دي نعم أول حاجة انجذب وانخدع دي أول محط طب إيه نتيجة هذه الخديعة من الشيطان والباب الواسع بننجذب إليه ونبقى فرحانين بالفلوس والبيوت والعربيات والمركز وخصوصا في الخدمة كمان نحب المركز الأول وفي العالم برضو نحب نحب نبقى إحنا الأول ونحب نبقى في الصفوف الأول بالستمرار علينا الأضواء باستمرار أنا 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 كبير أنا مش صغير انجذب وانخدع من شهوات إيه نعم والشهوة إذا حبلت ثلاث خطية دي المحطة التانية هي جزء من المحطة التانية الأولانية انجذب وانخدع المحطة دي دي فيها وقفتين أول وقفة الخطية دي انخدع أغضر من شهوات إيه والشهوة إذا حبلت يعني إيه حبلت الشهوة تعبير بشري تعبير الإنسانة بتحبل لما كلها علاقة برجل صحيح طب هنا الشهوة تحبل إزاي سؤال نعم يعني إيه الشهوة تحبل ما ليه بقى دي فيه عمل آخر بزبوط صحيح إيه هو العمل الآخر ده الإرادة يبقى منقولش بس انجذع وانخدعها بس وإن في الإرادة تكنتها أنت متخشش من الباب الواسع في الإرادة كل واحد فينا أنه مخشش من الباب الواسع وإذا دخل ويحس إنه هو مش مرفعان ولا فيه سلام في قلبه لا الفلوس بتسعده ولا الأولاد بتسعده ولا الملكز بتسعده ولا تغيير البيت بيسعده ويسعده على رأي إحداهم بيقول العربين جابها جديدة نبتدي ننظف فيها ونبتدي نحس ونمس فيها واحد في مرة كان بيقول لي عربية الجديدة ده من زمان ومش هنا يعني بيقول كنت أصحى من النوم فرحان أقوم أبوس فيها صحيح يقعد يطبطب عليها وبوس فيها بعدين ما حسش بإنه فرحان بعد فترة معينة وبعدين تبتدي نحط فيها الأكل والشرب والكانز الفضية مش عارف إيه قادل حياة ده أنت كنت فرحان وقعد تبوس فيها وتبطب عليها ده أنت قعد عمل ترمي فيها الزبالة سامحوني في اللفظ يعني فهنا بقولك إذا انجزب وانخطع قلنا دي أول حاجة وراء شهواتي وبعدين من شهوتي والشهوة إذا حبلت يعني العامل التاني هو الإرادة يبقى الشهوة موجودة وانخدعت بيها وتتزوج تتزوج بالإرادة تتحد بالإرادة وبعدين والإرادة والخطي هنا قلنا إيه الشهوة تلد تحبل وتتحد مع الإرادة تنفيش خطية أيوة تجيب الخطية تحبل بالخطية ابتدت تتكون يعني تحبل بالخطية على فكرة التصوير ده خطير جدا لما نحوله إلى معنى الروح الحقيقي المقصود بيها طيب حبلت الشهوة باتحتها بالإرادة وبعدين وإذا بقى كاملت تنتج موت تنتج موت على أي أساس الكلام ده إن أنا سبت نفسي في الباب الواسع سبت نفسي بدون أتراجع سبت نفسي بدون تجديد ذهني عشان أعرف إلى أي مدى أنا رايح وأنا رايح فين وإلى أي مدى رايح فين وأنا رايح فين ونهاية هذا الطريق الواسع يبقى ساعتها إيه خلاص إن كاملات الخطيئة ثبتت في حياتي تشعبت تجذرت يعني بقت لها جذور في قلبي نعم تلت موتا نرجع تاني لموضوعنا فهنا الباب الواسع وصفناه دلوقتي من يعقوب لصح الأول العدد 13 و 14 الواحد الأول ينجذب وينخدع وينجذب من شهواتي هو الشهوة إذا حملت ثلاث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج موتا طيب تنتج موتا نعم عايزين نفهم إيه موضوع الباب الضيق بقى وإيه بركاته يبقى لازم الأول نفهم إيه الفرق بين الباب الضيق والباب الواسع صحيح الباب الواسع هو لزائز هذا العالم طبع وشهوات هذا العالم مش كده نعم كلنا بنقول هذا الكلام بس في حاجة لما لقى البشير بيقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق اجتهدوا كلمة اجتهدوا دي نفس الكلمة بس حسب زمان بتاعها قالها المسيح له المجل كان يجاهد يعني كان يجتهد بالصلاة والطلبة بدموع ده في لقى لقى 22-44 ده في جس ماني نفس الكلمة يبقى إذن جهاد المسيح وهو طالع على الصليب لازم يكون جهادنا احنا لأن ده الباب الضيق الباب الضيق الباب الاول هو الضيق هو المسيح اللي ده أول واحد يدخل منه هنتكلم على المسيح والباب الضيق يؤدي إلى الحياة الابدية وفعلا المسيح مات وخام وصعد في يعطينا حياة يفتح أيوة يفتح لنا الحياة الابدية ونفس حق الحياة الابدية على العساب ده من المسيح المسلوب لما أقول اجتهدوا يعني شيلوا الصليب صليبك إيه؟ بيتك متعب؟ زوجتك متعبة؟ زوجك متعب؟ أولادك متعبين وبعايدين عن ربنا؟ وانت في مسؤولية عليك ومسؤولية على زوجتك؟ انت في عندك ديقات في رئاسة بتاعتك في الشغل؟ أو رئاسة في الخدمة؟ رئاسة تعباك وضغطة عليك؟ ومهمشاك؟ في عدم محبة وعدم شركة في البيت أو في الخدمة زي ما احنا بقوله دي من أخطر ما يمكن أن أكون في الخدمة روح السبدادية أحيانا روح الأنا فكر نفسك يا عزيزي اللي انت قائد خدمة أن انت الحكيم الوحيد انت الوحيد اللي عندك خبرة واختبار انت اللي عندك قدرات وخدرة لقيا حبيبي مريم أخت مارثة ما كذبتش الحياة الأبداية إلا ما ركعت تحت ده الصليب بننسى الحتة دي احنا أن الأولون آخرون انت يا عزيزي اللي انت متكبر في شغلك أو في حياتك وشايف نفسك أن انت كبير أو في خدمتك ودي أكبر مشكلة لأن دي المشكلة اللي بتقع ناس كثيرين الخادم مخصصا لما يكون رئاسة الخدمة انت بتحسر ناس كثيرين يا حبيبي الناس اللي وراك دول حطين ايتهم ومسنودين عليك عشان توصلهم للمسيح وقعت في يوم من الأيام وقعت وراك مئات وجاز أكتر خد بالك يا عزيزي الخادم تبني أكتر الحاجات اللي بتقلم أن تلاقي المسألة الأعلى في البيت مثلا الأب مسألة أعلى والأولاد مسنودين عليه وبعدين هو في الباب الواسع عمال يخش وعمال يضيع الوراه مسألة سيئ مسنودين عليك يا حبيبي عشان يوصلوا عشان الباب الدايق ده مش سهل لما بيبقى عندهم احتياجات وانت مش قادر تنفذها لما يبقى عندهم رفض شوي أو تراجع عن الكنيسة وعن الخدمة في الكنيسة أو حتى عن سماع الكلمة وعن تناول جسد ودم المسيح متراجعين وانت شايف الباب الدايق ده طب انت ساعدتهم يا حبيبي وانت الأم ساعدتهم مشكلتنا كلنا ان احنا بنحط الباب على العيال والمجتمع اه اصلا نعمل ايه العيال كلهم كده مع بعض ودول في وقت بقى سن المراقة والجو يا ابونا الجو كله كده يا ابونا نعمل ايه اصلا حبيبي ما ترميش على الجو العام والكالتشر وتسيب نفسك يا حبيبي انت وزوجك انت وزوجتك احنا نكون ملتهين يا ابونا وخصوصا التربية لولار في الأشغال كلنا يا كلنا يا ابونا لازم النهاردة يكون نعرف يعني ايه الباب الدايق اللي حيوصلنا ووصل ولادنا امين احد الوعاز الوعاز كان في اجتماع بروسطانتو كاتوليك وارثوذوكس وكان الخدمة كانت على البرسطانتي فوعز وعزة جميلة جدا والخادم الارثوذوكسي بعد الخدمة قال له يا فلان يا اخ فلان العزة لمست قلبي قوي انا فرحان جدا جدا بالكلمة اللي انت قلتها انتو عندكو كتب للوعظ ده واضح ان فيه كتب للوعظ فقال له لا ده الكتب ده في المسلمين بيدهم الكتب من الازهر وحقول لكم حكاية برضو حصت على موضوع الكتب في الازهر ده وجه الوجه مع احد الائمة يعني نعم معايا فقال له احنا ما عندناش كتب غير كتاب واحد هو الانجيل كان ابويا وامي كل يوم نقعد ونقرأ في الانجيل ونتأمل في بعض الايات ونحفظ اية كل يوم قال له شوف عمري دلوقتي قديه انا ابتدت من حولي 8 سنين عمري وانا بحفظ اية كل يوم والغاية النهاردة شوف انا حفظت كم اية كل اللي عملته الموضوع قالولي الموضوع اهدت خدت الايات اللي انا حفظها من الكتاب المقدس حطتها جاب بعضها فطلعت العزة انا ما اتكلمتش ده كلمة الحياة في الانجيل هي اللي اتكلمت كتاب المقدس ودي كانت خبرة حلو قوي للخادم التاني ده اما حكاية الكتب دي بقى في مرة انا كنت بجامل انا كنت بشغل في الارياف في سيدالي فكنت بجامل المسلمين انطقة كفر الشيخ كلها مسلمين اخوتي وحبايبي وليه فيهم اصخة كثيرين فسمعت الوعز بيقول الله سمع ادم يقول لا اله الى الله محمد رسول الله الله سمع ادم يقول لا اله الى الله محمد رسول الله فقال له ان تقول ان لا اله الى الله فهذا جيد وسليم صحيح لا اله الى الله لكن من اين علمت ان محمد ده شوف ادم يعني محمد بعدين 3000 سنة قال له من اين علمت ان محمد رسول الله قال له أصله مكتوب على عرشك يا إلهي أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله قال له صدقت يا آدم صدقت يا آدم أنه مكتوب فعلا على عرشك فأنا بيقول له يا أخ فلان أو يا شيخ فلان أنت بتقوله أنا ممكنش بقصد من جدلة نعم بتقول المكتوبة أنا على عرشك وبعدين بتقوله أنه الله آمن الإنسان خاضعا لله فهل عرف آدم أنه يخضع على الله ده كويس لكن إزاي عرف أنه محمد رسول الله فقال لي وليس حديث طويلة أنا مش عايز أطول عليكم قال ما خلقته الجنة والإنسة إلا ليعبدوني إلى آخر كانت فيه حديث صغير مش طويلة وأنا بحب الحقيقة أخش في المجدلات دي فإزاي الإنسان يتخلق لعبادة الله بس هل الله محتاج للإنسان عشان يعبده بس يخلقه عشان يعبده يخلقه عشان يركع قدامه هو يركع قدامه محبة فيه إيمانا بعمله ومحبة فيه فقال لي إحنا بناخد الكتب من نازمة الكتب قال بيجينا الكتب من الأزهر وإحنا بنحفظها كتب دي بقى مخرنة شيء مكتوب شيء مكتوب ومفروض يعني نعم الفضاء كنت عايزة تقولي حاجة بس كان عندي سؤال خطر إلى باري يا أبونا أنه هل هو هذا الباب الضيق يشير إلى التوبة والرجوع إلى الله باعتباره باب ضيق ويؤدي إلى حياة أبدية سؤال حلو خاصة الباب الضيق يشير إلى المسيح والطريق القرب يشير إلى الصليب الصليب الباب الضيق هو المسيح لأنه هو الطريق والحق والحياة نعم الباب هو المسيح الطريق القرب هو الصليب أن تحمل الصليب وعش كده قال من أراد أن يكون لي تلميزا ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني نعم المسيح لليهود في رغم أنهم أخرجهم من العبودية عبودة فرعون وعد بيهم البحر وعالهم أربعين سنة أكل كل يوم والمن كل يوم والسلوى كل شهر وهدوهم لابتبلة ولا أحزاتهم لابتبلة وكان قدامهم يتقدمهم في النهار السحابة وفي الليل عمودن ويدهم مية من الصخرة وكان يسير معهم ويحللهم مشاكلهم وأتعابهم ولكن تزمروا عشر مرات عشان كده الباب يتقفل زين باب دايق بس اللي يتزمر هيتقفل برضه رغم أنه هو طريق الحياة الأبدي وهم كانوا طريق كانعان كانعان لترمز إلى الحياة الأبدي مش كده لكن تقفل باب وشه حتى موسى نفسه لأنه كان في أسباب طوال مش موضوعنا النهاردة برضه ما دخلش أرض كانعان فيش غريشوع وكالب الميافنة أو يفنى فالباب الدايق رغم أنه في نهايته عظمة مجد فرح سلام رفعة نرى الله وجه اللي وجه ياه ده الموسى لما طلب أن يرى وجهه قال له لا بتقدرش هحطك في نقرة وغط عليك كمان بظهري بتقدرش يا حبيبي وبعد ذلك نزل وحطت مرقع على وجهه لأنه وشه كان بيلمع كالشمس هو ده اللي احنا هنشوفه هو وجه الوجه اللي موسى كليمة الله مقدرش يبصله من عظمة مجده اللي شافه أشعية في أشعية ستة الوايحي أنا الإنسان الشقي ما ينقذني ما ينقذني لا ده بولس ما ينقذني لا الوايحي أنا الإنسان الشقي الجاء الساكن بين شعب ناجس ناجس الشفاتين تخض نعم يحنى الحبيب في الرؤية لما رأى المسيح رأى كحمل رأى مجده كحمل سقطه كميت استقلت في مرة دي اتفعي حد بيقول سقطها ميتا فكت أنا موجود لين أنا أكبر واحد في السن يعني ما فياش حاجة أنا أوجهه أوجهها كانت واحدة قلت لها السماء ما فيهاش ميت دي مكان الأحياء أمين فهو سقطة كميت كلابسد يعني مش ضايد في فرق بين كلابسد وفي فرق بين ضايد فنرجع لموضوعنا أنا عجبني جدا أنه لوقى يقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق يعني نحاول إحنا نخش من الباب الضيق طبعا أنت قلت باب التوبة برافو عليك هو باب توبة نعم باب المسيح اللي تاب نيابة عنه اعتمد نيابة عنه مات على الصليب من نيابة عنه يعني توبة المسيح مش توبة شخصيا لأنه بلا خطيئة ولم يعرف خطيئة ولم يوجد في فم غش والجميع زغوا فسدوا غير المسيح الجميع زغوا فسدوا وعلى رسم مجد الله نعم فالنقطة هنا مهمة جدا فانت كنت عايز تقول أنه هو نابة عنه أنه هو نابة عنه في كل شيء في كل شيء نعم بدون أن يكون له خطيئة لأنه لو كان له خطيئة يبقى محتاج لفادي محتاج للمخلص مش كده فالباب الدايق اتقفل في وش مين وش الخمس عذارة الجاهلات لأنه أدهم الفرصة أنه هم يصهروا ويتعبوا ده باب دايق الصهر والصلاة والسوم الصهر الصهر يعني أن تكون الروح يعني دايما مستيقظة دايما فطنة لحياتها الأبدية نعم صلاة صوم عبادة قراءة إنجيل أخذ حضور كنيسة أخذ الجسد قدام صهر تعب كان الأنباب شوي كان بيصلي طول الليل ولما كان بينام رح رابط شعره في عمل حبل في السقف عشان خطر كل ما ينام يصحى تاني وعشان كده الخصة معروفة إنه شال المسيح خصة طبعا نبقى نحكي لكم بعدين شال المسيح على كتاب باب الدايق نعم بس على أن على أن نقبل هذا الباب الدايق الصلاة والصوم وما نفضلش أقول يوه عند الكنيسة الأبتادية صياماتها كتيرة يوه دا إحنا بدون لغا خمس مرات صلوات في اليوم يا عزيزي خش من الباب الدايق حتشوف إنت اللي تساعل عندك حتشوف سلام قلبك وإنت ماشي في الطريق الصليب هو طريق صليب آه لكي حتشوف برضى بتسليم بمحبة للصليب احتضن الصليب زم المسيح احتضنو نيابة عنك وإنت مش عايز تحتضن الصليب بال الصليب بالمسيح احتضنو بالألام إنت بتحتضنو بالحياة في المسيح يسهو إنت بتحتضن شخش باب إنت بتحتضن المسيح المصلوب احتضنو يا حبيبي وإقبلو وإقبل ألامو نيابة عنها تا görüş يا أبونا رح ناخذ هذه الوقفة القصيرة لكن أنه أحبائنا المشاهدين رح تكون خطوطنا مفتوحة إذا كان عندك طلبة صلة أو مداخلة أو تحب أن نصلي من أجلك تعال بعد هذا الفاصل ناخذ هذه الوقفة القصيرة ونعود معكم أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد بركات الباب الضيق هذا هو موضوعنا لهذا اليوم وأنا أشكر الرب من أجل أبونا الغالي اللي دائما يكون معنا في كل يوم خميس يحضرنا الوعظات الدسمة أو الخدمة الدسمة حتى نستفاد من عنده من شأن المسيحة يبعث لنا آمين آمين يا أبونا خطوطنا مفتوحة أعزائي المشاهدين إذا أتحب أن تتواصل معنا من خلال صلاة أو اختبار أو حتى مداخلة لكن قبل ما يا أبونا نكمل موضوعنا لهذا اليوم الجتينا طلبت صلاة إلى كوكب وأولادها عندها اثنين أولاد واحد متزوج وعنده مشاكل عائلية والابن الثاني محتاج الصحة والسلامة والشفاء صلاة من أجل جميل وجميلة للشفاء وبنت الرب من استراليا اتصلت وقلبها مكسور يا أبونا محتاجة إلى طلبة صلاة إلى زوجها اللي يلعب قمار والحالة الزوجية وحالة البيت شوية تعبانة هياريتا نسأل الرب أن يفق كل ربط تبليس في هذا الشخص وخصوصا من لعب الأقمار وأيضا صلاة عندنا أخ اسمه عبير من السويد دي بشر الرب يسوع المسيح لأختين مسلمتين يا سمين وحكيمة واحدة منهم يا أبونا رح تتعمد نشكر الرب من أجلها والثانية في طريقها أنه بعدها في حالة شك لكن نقول الرب قادر أن يفتح القلوب ويعبر بيهم إلى بر الحرية والسلام آمين يا أبونا وأيضا صلاة الخاصة في هذا اليوم إلى أمي العزيزة ماما طويثة كانت تعبانة أشكرها أقيمها يا رب أن يسرر وقع حياة أقيمها أن يسرر وقع حياة يا رب أصلي من أجلها ومن أجل ميادة أيضا حتى الرب يشفيها إلى التمام لكن حقيقة أنا مبارح يا أبونا كان المفروض أن تصل بماما طويثة لكن مشاغل الحياة تعرف ولو هذا معذر طبعا فأعتذر يا ماما أخطيت يا ماما حلو قوي نحن نقول أخطيت بس قلها بالحقيقة آمين ربنا عوضك بالخير ويبركها ويقيمها من صلي وقعها آمين آمين أخونا السماوي إلى أخواتنا العزيزات المباركات الخادمات الأمينات للرب يسوع المسيح أمين وأيضا إلى عائدة دنو من أجل الصحة وإلى ابنها يوسف وأيضا يكمل عمله مع بتها لأنه تتزوج في هذه الأيام أدخلها يا ربي إلى عرسها آمين ونور ووليد أيضا وأيضا أختنا نوال الجزراوي أشكره رب من أجل العملية أنه رب يكمل عمله معها أندي ده يأشر على نفسه على مودة نصلي من أجله يا أبونا أندي وأيضا نصلي من أجل قال لي ده أشكر ربنا على كل حالين عشان ربنا يستجابه لتلبطه يعني أكو طلبة شكر ثانية أحب أن أقولها وأشكر الرب من أجل هذه الطلبة اللي الرب استجابها تتذكر يا أبونا صلينا من أجل أخت اسمها زينة من أجل الفحوصات حالما تطلع نظيفة زينة يا رب أشكر إلهي وربي اللي استجاب إلى صلواتنا ودعواتنا أنه طلعت كل الفحوصات سليمة فأشكر إلهنا على ذلك مجلزين يا رب يا رب يكمل عمله معاها إلى التمام يكمل إلى التمام كل المتألمين وكل المرضى يا رب إلو مسهم قل كلمة فيشفق الأب وأيضا صلاة من أجل زينة تومة من أجل الشفاء الرب يكمل عمله معاها شوية تعبانة يا أبونا وأيضا نصلي من أجل الطفل منيب والطفل منيب أيضا اللي عمر عشر سنوات يا أبونا وأجد تينا عدنا أخت من كندا تعبانة جدا اسمها ألينا محتاجة إلى شغل وبأسرع وقت يا أبونا لأن الحالة بدأت يا رب تبسط يمينك فتجبع كل حي اجبعها يا ربي بالخيرات وعطيها احتياجها غطي احتياجها احنا اللي بنصلك دايما نقول الرب راعية فلا يعوز مني امين اشكر الرب وأيضا صلاة من أجل جن فياف جن فياف وسعد ديفيد للشفاء الكامل يكمل عمله عدي مجموعة أخرى من الطلبات لكن أخذ هذا الاتصال منو معانا تفضلوا انتوا على الهواء مباشرة منو معانا ألو أهلا وسهلا سلام والنعمة معك أخت نادية ربي باركي ماريا ماريا المشيقين أهلا وسهلا أختنا ماريا أهلا ماريا إن شاء الله بالنعمة أمين البركات ممكن رب بركات يستوع المسيح دائما معكم يا رب أمين ومعاك أيضا أختنا العزيزة ممكن سلام والنعمة معاك أبنا أهلا يا ماريا أهلا يا بنت يا مباركة أقبل إيديك يا بركة أنت بركة لي بركتنا المسيح يا ماما أمين 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 وربي باركهم يبارك قناة الأرامية يا رب وهي طبعا سبب بركة الكثيرين أمين وهي أولهم أنا أخذت رأيك كثير البركة أمين 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 أخذنا أبونا أنا عندي تلبط الصلاة من أجل فائزة رح تسوي عملية تشيل الزجل مالسة أثنيناتهم فائزة مسوي عملية فائزة نعم أنا يعني قبلها ما تنقصيت الورقة وصلاة من أجل يوسف عنده غزل بالكلاوي شاف يا حرامي شاف والصير كلاوي نعم عنده غزل بالكلاوي يوسف وصلاة من أجل رجاء 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 هي كمان نفس المرض للتجي نعم وصلاة من أجل أخوات الرب من أجل خلفة بشرية وصلاة من أجل مشاكل عائلية مشاكل عائلية آمين نعم شكرا وصلاة من أجل الأخوية بهنان هو يعني تقريبا هو الشفاء وصلاة من أجل الشفاء الكامل الأخوية اللي في السوراليا ولا فين بتقولي اللي في السوراليا اللي في السوراليا نعم 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 أمين رب يحميكم دائما يا رب الرب يبارك ياخدنا ماريا وأكيد الرب يسمع ويستجيب تفضل يا أبونا الأخت ماريا تضع أمامك من أجل هذه الأسماء في الشفاء ومن أجل أخوها أيضا في السوراليا ومن أجل كل المتعبين اللي هي بتذكرهم بالاسم أسماءهم موضوع أمامك بنتك يا رب المبارك بنتك الخادمة المباركة أعطيها يا رب سؤل قلبها فرح البهب بشفاء أخاربها بروحهم وثبتهم في المسيح لكل مجد كرامة استجيب يا رب يوم ما ندعوك استجيب يا رب يوم ما ندعوك أمين أمين يا أبونا رح نكمل يا أبونا تحب نكمل طلبات الصلاة لو ناخد سؤال فضلي سؤال مثل ما تفضلت يا أبونا أنه الباب يمثل البداية أي والطريق يمثل الحياة أي سؤالي هو إلك يا أبونا أنا حقيقة أنا أشكر الرب من أجلك ومن أجل أنه ده تجاوب على كل أسئلتنا العفونا الرب يسوع المسيح قال أنا هو الباب اندخل بي أحد فيخلص فهل هذا يعني أنه الباب الضيق يمثل طريق الرب يسوع المسيح سؤال حلو قوي المسيح له المجد من أول ما تجسد في بطن العزراء الطبوية وهو داخل الباب الضيق دخل أحشاء العذرة ليدخل منها الباب الضيق يعني ولده في مزود ولده في مكان متوابع جدا بلا ملبس بلا دفئة على جانب الطريق يعني متروك لا أحد ينظر إليه وبعدين لما كبر بدأ يعمل نجار ويتعب ويشأ عشان يساعد يوسف اللي هو متبنية نعم مشي في حياته كلها بلا مال وبيلا مكان يستند فيه رأسه ولا مأبى نعم المسيح ما كانش عنده يدفع الجزية هو بطرس المسيح كانت النساء يخدمناه من أموالهن لم يكن له لمكان ولا احتياجات يمتلكها نعم فضل في الباب الضيق لغاية ما إخواته ريبه حاولوا أن هما يقتلوه حاولوا أن هما يحدفوه من على الجبل نعم الحروب الشيطانية ابتدت من أول مكان تعمد وقعد أربعين يوم بدأ الشيطان يحربوا وبعدين لما تركوا تركوا إلى حين يعني إذا كان الباب الضيق من الناس وحتى من الذين يعني المفروض أن هما أهله لم يقبلوه نعم أولاد عمومتو يقولك كده في الكتاب في يحن سبعة لم يكونوا يؤمنون به يهي رفض من كل الناحية أيضا التهم بأنه هو مش ابن إبراهيم زيهم ثم ألام جسماني ثم ألام الصليب الرهيبة يبقى إذن المسيح هو الباب فعلا وهو الباب الضيق لأول واحد تستخدمه لكن في نفس الوقت عايزين نقول يا أحبائي احنا بيقول بركات الباب الضيق حتى المسيح في الجسد هو مش محتاج لبركات ده هو اللي بيدي لبركات ولكنه لأنه تشارك الأولاد في اللحمة والدم تشاركه هو أيدا فيهم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سبطان الموت أي إبليس يعني إذا هو لبس بشريتنا أخذ بشريتنا كلها ودخل بها الباب الضيق طب والنهاية إيه يقول كده في فليبي الاثنين فليبي الاثنين ابتداء من العدد سبعة شوف يقول إيه كده عن المسيح لو إحنا فيه مش هو المحتاج للكلام ده ولكن الكلام ده لأن إحنا كنا في فليبي الاثنين خمسة لا لا سبعة سبعة هيقول لكنه على المسيح لابسا إيه بشريتنا لكن شوف الباب الضيق واخذنا معاه في الباب الضيق طب إن نتيجة معنى بولبركات نعم طيب لكنه أخلى نفسه أخذها بصورة عب صائرة في شفه الناس وجوجه ده في الآية كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك لذلك رفعه الله وأعطاه اسم فوق كل اسم ما في السماء ومع الأرض ومع تحت الأرض كي تكسو له كل رجبة ما في السماء والأرض المهم اللي أنا عايز أقوله إن إحنا بشريتنا في المسيح لو إحنا ملتصقين به لو إحنا سابتين فيه إثباته فيه وأنا فيكم لو إحنا بأخذ الجسد دون دم الكي أثبت فيه حيدخلني الباب الضيق أيوة باب التعب باب الصوم باب الصلاة باب محاولة دايما كسر العادات السيئة والخيود خيود الخطية وأتعاب العالم اضطهدات أتعاب من كل نوع هو داخل معانا دي نقطة اللي لازم نفهمها إن إحنا في المسيح هنقدر نخش في الممدى وننال البركات اللي هو خدها لنا لحسابنا مش له اللي هي أنه صار اسمه فوقه وكل اسم ما في السماء وما على الأرض مش بس كده ده يقول كده من أراد أن يكون لي تلميزا إيهوه لجزاته يحمل الشرط الصريب وإيه الكلمة الأخنين طيب أي يعني أتبعني ركزنا في الكلمة دي إحنا بناخدها كده بسهولة صحيح لا يتبعني هو راح فين طريق مسيح طريقه إيه طريق السامن ضيق لا ما هو طريق الدايق أيوة ما احنا قلنا يحمل صليبه صليبه ده طريق الباب الدايق بعدين حياة وبعدين حياة أبداية يعني إذن إحنا لو إحنا رضينا بالباب الدايق بل مش بس كده ده ده وقى البشير يقول اكتهدوا ليه أكتهد أن أنا أخش في الباب الدايق ما هو الباب الدايق قلنا الصهر والصلاة والتوبة ومش كده واحتمال الضيقات حنقول برضو النقط دي لأنه هو أن داخل معايا زي ما احنا قلنا وخدني فيه عشان كده بقوله بسرسوله قل ليس ليه أنا أفتخر إلا بصليب بالربنا يسوع المسيح في غلطي مش كده طيب وبعدين قال إيه أحيا لا أنا بل المسيح يعني إذن يا حبيبي اطمئن تماما أن أنت وانت داخل الضيقة وانت داخل الباب الدايق وانت عندك أمراض وانت عندك أتعاب تعاب في بيتك تعاب في شغلك تعاب في كنستك تعاب في الخدمة في أي حاجة أنت المسيح معاك بس تلتصق به واثبت فيه حيوصلك للبركات يعني مش حديك الأتعاب ومش حديك الباب الدايق ما غير ما ديك التسعة والتسعة إيه التسعة لا حد يتصوره زي ما قال بروس الرسول ما لم ترع عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على خلب بشر مرة تانية في تيموسوس التانية ساعة أربعة يقول لي أني أسكب سكيبا وقت الحلالي قد حضر أنت إيه حكايتك يا بولوس أقال لك ولا حاجة أنا مش خايف من حاجة أنت بتقول أسكب سكيبا يعني وقت الحلالي يعني وقت انفصال النفس عن الجسد جاهدت الجهاد الحسن دخلت باب الدايق أهو جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع عليه أنت لسه وهو نفسه قالها الذي وضع عليه إكل البر الذي يضعه لي في ذلك اليوم ليس لي أنا فقط بل لكل الذين يحبون ظهوره يعني ما جئت تاني شوفوا هنا من الترتيب نعم دخل الصليق دخل الباب الدايق مش على حاسات بالصليق وحنشوف في في كورنسوس تانية الأصحى 11 والأصحى 12 قدي ألام يرتب تقروها عشان موضوع التغويل قوي لكن هقرلكم بعدها لما أجمل لما أضع بولوس الرسول دخل الضيقة دخل الباب الدايق انحشر صحيح من الأمم ومن اليهود ومن دربات وسجون والتهضات وكسرت بالسفينة كذا مرة جلت كذا مرة إلى آخر وإلى آخر باب دايق باب صعب الكرازة مش سهلة الكرازة صعبة بتواجه بمين مين اللي يقدر مين اللي يحب يمنعني الشيطان نفسه إذا كان بيواجه الشيطان كان بيواجه الشيطان نعم وقال لها قبلت مع أسود لكن في الآخر يقول لي برقبا لم تروا عينه ولم تسمعي بوزن عرف وقت انتقاله وعرف إنه حياخد إكليل الحياة جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي على فكرة أكملت السعي ده جهاد برضه جاهدت الجهاد الحسن ضد الخطيئة أكملت السعي عشان أخذ فضيلة مش عشان نفسي عشان خطرة أنا مثل وياريت كل أب فينا وكل خادم فينا يكون فعلا مثل للآخرين ليس يكون مثلا سيئا يسقط آخرين بل يكون مثلا جيدا يرفع الآخرين معه ويقدمهم للمسيح سمار خدمته المباركة آمين إذا جهدت الجهاد الحسن ضد الخطيئة أكملت السعي لأخذ فضيلة حافظت الإيمان دي الباكيج بتاعتها سواء ضد الخطيئة أو كتسبة فضيلة دي الباكيج باكيج الإيمان وأخيرا وضع لي أكليل البر يا ابونا في كورنتس الأولى والإصحاح التاسع يقول وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فيأخذوا أكليلا يفنى وأما نحن فأكليلا لا يفنى إذن أنا أرقض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني لا أضارب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا يعني الجهاد أيوة وضبط النفس هذا طريق صعب وضيق فيعني أنه لازم نجاهد دائما ونتعب عاملين مثل ما قالت أن نجتهد أنه ما نركض وراء الشهوة والخطيئة والعادات السيئة الخطيئة لها شكلها حلو شكلها ما هي للعيون والنظر وش هي للأكل أيوة بس الخدعة اللي فيها السم اللي فيها سم الموت اللي فيها يا حبيبي هل أنت ممكن حد فيزيكلي يديك تفاحها أو في أي فاكهة أو أي أكلة ويقولك ده فيها سم موت أنت لماذا بتاخدش بالك أن نفس الحكاية بنسبة لازلة العالم فلوس العالم كله ماذا أنتبع الإنسان إذا رفع العالم كله صح وقص أنت عمل فرحان بالفلوس وفرحان بالنجاحات وفرحان بالبيوت وفرحان بالعربيات وفرحان بالمركز اللي أنت واخده خد بالك يا حبيب كل ده حيفنى كل ده حيسقط هذا قالوا أكليل يفنى لكن نشكر الرب على يعني أخونا وأبونا اللي جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي وأخيرا وضع له أكليل أكليل اللي أكليل بر يعني يعني مش هتحسب عليك خطي على حساب الدم واخد بالك واتصغغ بالمسيح وأخدانك ككسر الدم سوف تاخد البر توبة وجهاد ودم جزن ودم والتصاق بربنا وثبت فيه تاخد أكليل البر يعني البر يعني أنت بريء يعني ما كف عليك أي ما عليكش حساب كأنما أنت محكمية الإنسان قبل الخطي حسنا جدا سوف تصير أمام الله في الأبدية حسنا جدا بلا خطي بالرغبة أننا كلنا كخطاء حتى لو كنا تبنى لأننا اسمنا خطات تائبين خطات تائبين ومخصولين ومبررين على حساب دم المسيح بس الجهاد دخولي قبول الباب الدائع أن تقبل الباب الدائع وتحتمل الصليب فيه ناس كتير عندهم أمراض طويلة فيه ناس عندهم دقات مالية كتير فيه ناس عندهم شجون مشجونين صحيح من خطيئة زي ما نسمعنا النهاردة الإنسان اللي بتقول زوجها ده في قيد قيد الجامبلينج أو الأمار قيود ده ببداية أنت دخل فيها بنتي لكن تأكدي بالثبات في المسيح بصلواتك وجهاداتك وصلواتنا معاك كلنا حتى تتحرري وحتحرر زوجك من هذه العدد هو أو غيره لأن بينه وبينك ودي فيه ناس كتير بتقع في موضوع الجامبلينج لدرجة أن فيه واحد مرة بيقول لي بيقول لي أنا بلعب معرفش بيسموه إيه لاتو لاتو أيوة عشان أجيب فلوس الكنيسة قلتوله ربنا مش محتاج لك مش محتاج لفلوسك ربنا عاجز انتهي بساعد ربنا ربنا اللي بيساعدنا كلنا وربنا بيساعدنا وبيساعدنا كلنا مش ناقص أن أنا أروح ببشاء بوسائل بشارية شهو تقلبه أنا موضيع شهو تقلبه لكن زيت الخاطي لا يدهر رأسي فلوس العالم وفلوس طريق المعمول لبطريق العالم ما يفرحش قلب المسيح ويتن رأس الكنيسة ما ينفعش اللي عايزة أقوله أني بنرجع تاني لبولوس النقطة اللي إنتي كلمتي فيها كان بيجتهد أن يدخل من باب الدايق اللي داكت نقوله أني أفرح وأسر بالضيقات بالضيقات والضعفات والضرورات يعني الضرر اللي بيحصل لك يفرح لأن حينما أنا ضعيف في حينة إذن أنا قول يعني أنا وأنا مضغوط وأنا في باب الدايق يصهر نور المسيح يصهر مجد المسيح في حياتك يا حبيبي بس اقبل الدخول في الباب الدايق بقولكش زي بولوس الرسول حقا اكتعدوا أن تدخلوا من الباب الدايق يعني أنا لما تجينا ضيقة ما هربش منها هربت منها ما نتأف أف هربت من الصليب وهربت من طريق الصليب اللي هو طريق الماء مجال صعب يدبعني يعني أنا ماشي في الصليب والضيقة توصلني إلى إيه أن أنا أدبع المسيح سابتا فيه بيشلني معاه إلى الحياة الأبادية إلى بركة الحياة الأبادية بركة الضيقة بركة الباب الدايق آمين رح يا أبونا أسألك هذا السؤال حضرته لك يا نمو نعم هل هناك علاقة بس هل نرجع تاني لبولوس لما بيشجع ابنه تيموسيوس نعم رح أسألك هذا السؤال لكن ناخذ بعد الوقفة وبعد الوقفة رح أتجاوبنا عليهم هل هناك علاقة بين الباب الضيق والولادة الثانية أو بمعنى آخر الدخول للباب الضيق هو نوال الخلاص والنعمة رح أخليك تجاوب بعد هذه الوقت نعمة ربنا أعزان المشاهدين إحنا لازالت خطوطنا مفتوحة تعال لا تتردد هذه آخر نص ساعة عندنا نصلي من أجلك عندك اختبار تعال لأنه الأسبوع المقبل الأب ميخايل ما رح يكون معنا يوم الخميس لكثرة مشاغله لكن صلوات الصيام الكبير الصيام الكبير أددت كل يوم وأنا بأساعات تغطر أن تعبان نعم لا مش التعب أتخلف عنها يعني عشان مشغليات والوقت والتحضير وعشان خطر فيه ناس محتاجين أن أنا أروح أزورهم أو حاجة زي كده فيه ناس محتاجين لتبرك منازل فيه ناس محتاجين لأعترافات فعندي شغل كتير في الفترة فإذا عندك طلبة صلة تعال في هذا اليوم نستغلك اليوم أبونا على مد الصلة من أجل الكثيرين أعزائنا المشاهدين ناخذ هذه الوقف ونعود معك بعد قليل أمر بالبركة الأيامنا نحن نشكر رب يسوع المسيح اللي دايما هو معانا ومباركنا في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا الباب الضيق وبركاته لهذا اليوم يا أبونا لكن قبل ما نكمل اجتنا طلبات الصلة قبل كل شيء يا أبونا أريدك الصلة من أجل أخونا فريدي أريد الصليل وصلاة خاصة ابن أختنا أميرة تومة حتى الرب يفتح لأبواب أمامه ويشير كل خوف وكل قلق في حياته آمين آمين وأيضا جتينا طلبة صلة من أجل دينا من استراليا للشفاء الروحي والجسدي وأيضا طلبة صلاة من أجل زوجها وابنها مارك للبركة وأيضا الأخت السامية طلبة صلاة من أجل الشفاء آمين ما فتشفى بنتك يا أبونا عدي قائمة أخرى بنت الرب عدها ابنها عنده آلام في الظهر وبهيجة وابتهال عد بهيجة حقيقة ما واضح الاسم لكن الزوج داود رب عرف آمين محتاج إلى شفاء من آلام القدم وأيضا صلاة لأجل شفاء أخت من آلام في القولون وكيان سيجري عملية جراحية في الحبال الصوتية يوم 21 طلبة صلاة يا رب وطلبة لأجل الفتاة تعاني من اكتئاب حاد رايد الرب أنه يحررها وأيضا صلاة من أجل أوس ولأجل حفيدتها المقعدة ولأجل وفاعتها عملية جراحية شفاء لأجل الزوج أيضا السعيد لأجل بداية العلاج بالكيمياوي أيضا وكيفن لأجل ضائقة مالية أخونا بهنام أخو مارية من أستراليا طالبين صلاة أيضا من أجل الشفاء وأكرام عدها عملية جراحية يوم 23 يد الرب تكون معاها وفائزة لأجل عملية استأصال ورم نعمة الرب آمين أنه الرب يشيل كل ألم وكل ورم من جسمها ولأجل رجاء شفاء كامل من الكانسر يا رب أنت قادر على كل شيء ليس مستحيل لا يعطى عليك أمر لا يعطى عليك أمر إشفى كل مريض يا رب لأمرض مزمينة رسول أنت القادر بكلمة منك عمين يا أبونا نكمل من أجل العوائل نكمل من أجل العوائل اللي جدتنا يا أبونا بنت بنت الرب من أجل بيتها وعائلتها أنه نصلي من أجلها وأيضا بنت الرب مرة ثانية أنه الرب يداخل لحل مشاكل عائلية لابنتها بالسويل يا رب عدنا ابتهال محتاجة إلى بركة الرب وحماية الأبناء للعائلة وعدنا رنى وعبير وعائلاتهم أيهم ليكونوا في المسيح آمين وأيضا عائلة عائلة فقدت طفلة صغيرة يا رب عائلات الشهداء في العراق وسوريا ومصر وليبيا آمين وأيضا من أجل العوالي المعتادين أنا نصلي من أجلها أسبوعيا عائلة خلود وجوهرمز وعائلة ميادة وسعد يلدو وعائلة سمير ونجوة يوسف عائلة سميرة ووليد كندوري وعائلة خالد ونادية يوسف استقب يا ربي ونادعوك استقب يا ربي كل هذه العوالي استقب يا ربي وإفرح قلوبهم تداخل يا ربي في حياتهم آمين ارشدهم إلى عمل كالصالح ارشدهم يا ربي في خدمتهم اشترك اشترك معهم في حياتهم من الزمانية أيضا وعائلتهم وأولادهم وكل الذين لهم وفي أيضا أعمالهم باركة باركة يكونوا سبب باركة في كل مكان آمين يا ربي لكل كرام آمين يا أبونا حتى يقدر يكمل رزيدنسي في مشكة آمين آمين فيك كذا اسم الحقيقة آمين تحطوا النهاردة على المزبح أعتقدهم ضمنهم يعني آمين عشان رزيدنسي يكمل ربي معهم آمين عينهم يا ربي افتح لهم أبوا بالنجاح يا ربي وعطهم يا ربي أن يكونوا يشهدوا ليك في كل مكان بمعنتك وبعمرك العظيم معهم يعني ويكونوا أولاد عاملين في حقلك في أولادك في ملكوتك مش بس في رجح في عمرهم الفيزيكال يا ربي لكن خليهم يا ربي يكونوا خدام حقيين لي يجيبوا لك حصيدة كثيرة لملكوت السماوات آمين 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 نرجع لسؤالنا يا أبونا إلى أن نشوف إذا أكو خطوط حتى نستلمها في هذا اليوم لكن أرجع السؤالي نعم هل هناك علاقة بين الباب الضيق والولادة الثانية أو بمعنى آخر أن الدخول من الباب الضيق هو نوال الخلاص والنعمة شوفي بول العلاقة موجودة دايما في كل توبة يتفتح بب السماء حتى لو كانت التوبة بب ضيق لأن اللي بتخلص بتخلص من ديقات الخطوية ساعات الخطوية بتبقى متشعبة في قلب كما احنا قلنا نعم بتحبل وتلد نعم وإذا كاملت بتنتج موتا فبالحالة دي بيبقى فيه ناس يعني متعلقين بخطية الجسد مثلا متعلقين بخطية الزات والأنا بتبقى عادة ما يعرفش تخلص منها بسهولة نعم أيضا العادات السيئة ذا الأمار أو إلى آخره بتبقى متأصلة في قلوبهم لأنه سابوها لما تعمقت في حياتهم نعم لكن كل ده احنا عندنا رجاء بأنه ربنا قادر أن يستحبهم في هذا الباب الضيق لكي يخرجهم إلى الاتساع بالتوبة هنا باب السماء مفتوح نعم مفيش باب يتفتح بسهولة قد باب التوبة مم أنا تغير عن أزهاننا لأنه شاكل أهل هذا الضغر ما نسمعش الشيطان بإني يقول لك يا عم أنت مفيش فايدة أنت قتيلك قدي كده بتشرب سجير قدي كده بتشرب خمرة قدي إيه أنت كده في خطية الجسد ما أنت ريح شوي بقى التوبة تعبتك الباب الداية ده تعبك ده زهقك ده أنت عملت تحس بالفشل كل مرة نقول لربنا المسيح يسوع لم يعطينا روح الفشل روح الفشل روح المحبة والقوة والنجاح حغلب حغلب ويعظم مش بس حغلب ويعظم انتصرنا بالله أحبنا آمين الباب الداية زي ما قال برسالرسول في روميا 8 من يفسرني عن محبة المسيح شوف هنا يعني هاخش الباب الداية هو هتكلم عن الباب الداية من يفسرني عن محبة المسيح ده مدخلني مدخلني باب الداية محبة عشان عارف أنه هاخد الأجرة هاخد الإكليل من يفسرني عن محبة المسيح مسيح أشدة أم ضيق أم جوع أم غير عريق أم خطر أم سيف أم اضطهاد من أجل كانوا مات كل النهار مزنئين ها مزنئين فمشيين في طريق القرب لكن يا عظم انتصرنا بالذي أحبنا خلنا أخذ هذا الاتصال الفضائية الأرامية معنا من معنا أهلا وسهلا أهلا أهلا من حضرتك هيثم من مصر هيثم من مصر أهلا وسهلا بهيثم وكل أهالي مصر أعذروني بس لو أنا بس هقول جملتين تعيد من حلقة من موضوع البرنابي بس أنا عشان حبيت أتواصل أكثر من مرة على التوقيت هنا في مصر مش عارف أصبط على البرنابي اللي أود أتكلم فيه في سبع ساعات الفرق فضلي يا أخواني فضلي ابني حضرتك بالوقتي أنا في البرنابي مش عارف اسمه عن نور يبدل الضلال أو حاجة زي كده كان الأستاذ الفاضل اللي بتكلم بيقول أن أغلب الحاجات اللي بتحصل هي بسبب الإسلام والحاجات اللي برتكبوها مسيحيين بيقولوا مش متدينين فيعني فيعني الأستاذ هو مش عارف ولا بيحب يضل للناس ففي أكتر من واحد متدين وفي حاجات شانية حصل في التاريخ بمباركة رجال الكريدي فما فيش حد محصوم إنه يقول إنه متدين مش هيحصل منه كده شكراً أخي تمام أرد عليك يا أخي هاي سماء ربي باركك ليس كل المسيحيين هيدخلوا ملكوية السماوات لكن اللي هو مرتبط بالمسيح نفسه هو ده الطريق إنما المسيحيين ده إحنا في الإنجيل بنقولها بصراحة بيقول الجميع زاغوا وفسدوا أعوازهم مجد الله لا ليست كل المسيح هيدخل ملكوية السماوات ده مش ملك كده ده المسيح نفسي يقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوية السماوات لازم الجهاد يا حبيبي الباب الده اللي احنا بنسميه اللي هو كلمنا عنه هارده ليه بركته إن انت بتنجح بعد كده عشان تاخد مكانك في السماوات تاخد إكليل عارف يعني إيه إكليل يعني تبقى ملك إكليل يعني ملك روحي لإن إذا كنت أنا هنفكر في السماوات أنها هاكل واشرب واتجوز وآخره طب إيه الفرق بينه وبين الحياة هنا لكن إحنا بنتكلم على المسيح هيودينا للسماء يعني نبقى في فرح مستمر في سلام مستمر نرتفع باستمرار في المجد نشوف الله وجها اللي وجه مين يتخيل أن أنا أشوف العظيم ده اللي غير محدود أشوف وجها اللي وجه دي المسيحية ده المسيح أذر مش المسيحية المسيح نفسه المسيحية مش ديانة المسيح هي ارتباط بالمسيح المسيحية مش ديانة مش مجرد عقيدة هي آه عقيدة كل حاجة لكن مش إيه ده الأساس الأساس أن أرتبط بمن يوصلني إلى المجد وصلني إلى حياة أبدية لا تنقطع من الفرح والسلام والمجد والعظمة آمين ربي باركك يا أبونا جوابك شكرا خاص يا أخي هيسم آمين أيوة يا أبويا نرجع على نرجع بقى على بولوس الرسول نشوف نشوف أده إيه هو كمان مش بس شاف أتعاب وشوفنا البركات بتاعته يعني لم يجي مثلا يقول أقمع جسدي شوفوا الباب الدي أقمع جسدي ياريتكم روحت فينا يقمع جسده يقول لنفسه لأ الشهوة دي لأ النظرة دي لأ الفكرة دي لأ الكلمة السيئة دي لأ أقول لأ أرفض يا حبيبي ده باب دي إنما الباب لو أسح حاضر حاضر وامشي مع الطيار امشي مع العالم لا يا حبيبي أقول لأ ده الباب الدي اللي حوصلك للحياة الأبادية فبولوس الرسول شوفنا قدي دخل في الباب الدي وقال على الألام والأتعاب بولك حتى إنه فرض على ابنه تموساوس في موضوع الباب الدايق وميقول له إيه في تموساوس التانية الصحة 2 ياريت تجيب هيري عشان دي آية طويلة شوية نجيبها من أصلها تموساوس التانية الصحة 2 يقول كده بولوس الرسول فتقوى أنت يا ابني بالنعمة عشان كده النعمة اللي هي نعمة المسيح اللي هتسير معايا في الباب الدي وتخليه إيه تخليه مقبول تخليه محتمل الدين الاحتمال تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع وما سمعته من بشهود كثيرين أو دعوا ناساً أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين اشترك أنت أيضاً في إيه احتمال المشاقات احتمال أبواب الضيقة مش بابواس في الكرازة في التعب في جهات ضد الزات تشوف أغمى عجزة دي وتسعبدو حتى بعد أن كراز لا أصينا أنا نفسي محروماً احتمال المشاقات كجندي صالح في واحد بيروح الحرب بمزاجه في فرح في واحد يروح الحرب هو فرحان فرحان إلا إذا كان في المسيح يحصل حصلت هندي أمثلة سريعة رحاب الزانية رحاب الزانية دخلت الباب الدايق بإرادتها رعوس دخلت بإرادتها الابن الأصغر في لقى 15 دخل باب الدايق لأنه تعرض أنه لما يرجع أنه يقتل لأنه كان نظام زمان اللي ياخد حقه من الميروس على عين أبوه على حات أبوه ويضيعه كان حسب القانون حسب النموس أن يرجم عشان كده قال هذا ابني هذا كان ميتا محسوب ميت جاي ومع ذلك دخل الباب الدايق عشان عارف إلي التساع عارف أنه حيخش إلى المائدة عارف أنه أبوه حيحتضنه وحيلبسه السوبي الحلة الجديدة والحزاء في رجله ويزبح له العجل المسمى ويقول تعالوا يا جماعة افرحوا معانا لأن ابني هذا كان ميتا في عاش كان ظلا في وجود يشترك أنت أيضا يا تيموساوس في احتمال المشاقات كجندي صالح ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال كثيرة بأعمال الحياة يعني شهوات الحياة ارتباكات الحياة الدوشة والورشة بتاعت الحياة الشهوات بتاعت الحياة الانجذبات بتاعت الحياة والخضيعة بتاعت الشيطان يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده يعني يرفض ده لكي يرضي من جنده الجنده هنا مين المسيح يسوع لكي يرضي ما نجنده أنا جندي في عيش المسيح داخل آه أنا عارف إن فيه ألام وعارف إن أنا حتعور وعارف إن الجازة إن أنا أستشهد مش مشكلة لأن أنا ضامن النتيجة بركات الباب الضيق العيان والتعبان وداخل في حروب مع نفسه ومع الناس ومع الخطيئة أنت فيه بركات يا حبيبي مستنياك أنت تعبان في بيتك وعمل تحتمل أنت تعبان في كنسك وعمل تحتمل أنت تعبان في عملك وعمل تحتمل فيه ده الباب الضيق بص في الآخر حتاخد إيه كليل الحياة الأبدية مفيش أعظم من كده لا فلوس ولا أولاد ولا ميراس ولا بيوت ولا أي حاجة من متركات هذا العالم ممكن تعوضني عن اللي حاخده فيه ملكوت السماء اللي راح ده يعدلنا يعدلنا بإيه مش بيت منشن منشن بالإنجليزي يعني إيه قصر مش بيت عادي يا حبيبي أصو بيت عادي يعني ممكن تقول ده الله بيت صغيرا عارف يعني يا دوبك كده لا ده أنت حتاخد قصر قصر بكل معنى الكلمة بس نحية بمقيص روحية أمين يا أبونا جتينة طلبت صلاة لأجل الأخت وردية حنة للشفاء وصلاة الأخت حليمة أيضا للشفاء وصلاة الأخت البيبيين وأولادها للشفاء وأن يكونوا تحت حماية الرب يسوع المسيح تحت جناحي يا رب نسكن تحت جناحي يا رب كل مريض منهم أمين وأيضا جتينة الآن صلاة من أجل بهية من استراليا لأجل الشفاء أيضا يا أبونا شفاء يا ربي مقدم يا رب كل خلمة فتشفى بنتك بهي أمين وكل الذين طلبوا الشفاء كل خلمة فيشفوا جميعا الآن يا إلهنا كاملا وعاجلا ده الدلة لنا عندك ده الدلة لنا عندك كاملا وعاجلا أمين أمين يا أبونا هذا الباب هل سيأتي يوم وسيغلق هذا الباب الضيق عن قريب نعمل حسابنا وإحنا في حياة العالم وفي حياة الإنجزابات العالم وشهوة العالم أن العالم في القرب على المجيء التاني أمين يا ريت نعمل حسابنا كل يوم أن دلوقتي النهاردة حيجي المسيح طب عيشنا للبكرة هنقول أنه اليوم الثاني الغد ده هيجي في المسيح نعمل حسابنا نتوب أكتر ندخل بفرح إلى الجهاد الحقيقي سواء في الصوم أو في الصلاة أو في التوبة في الأول والصوم والصلاة وخدمة الآخرين ده نواصية المسيح عشان ندخل الملكون السماوات قال جوعانا عطشانا مريضا مسجونا أو أنه مريضا ومسجونا تأتونا إلي يا ريت أحبائي هذه الخدمة المباركة مع التوبة مع كلمة الله اللي أحفظها من قلوبنا نضمن نضمن الحياة الأبدية بس حياة التوبة دي اسمها حياة التوبة يعني كل يوم أحاسب نفسي أنا عملت إيه النهاردة أنا اتصرفت إزاي النهاردة أنا اتكلمت في إيه النهاردة هل أنا خدمتك يا رب هل أنا عملت بوصياك النهاردة ولا انحرفت عنها كل يوم أحاسب نفسي عشر دقاءة أو ربع ساعة أقعد مع آية من آيات التوبة أو أي آية تفرح قلبك يتفتح الباب بالنسبة لك وترى ما كنت السماوات نازلة أما إذا كنا متخيلين أن الحياة دي لا نهاية لها لا ده ممكن النهاردة يجي المسيح يسوع في يوم لا نعرفه وفي وقت لا نفط إليه يأتي المسيح في الحالة دي حيكون الباب إيه الباب غلقت مثل المكان الخمسة الحكيمات وخمسة الجاهلات أيوة زي الخمسة الجاهلات ما جهدوش كفاية جهه وقت الباب تقفل ممكن الكلام دي يحصل زي مطلق النهاردة أو بكر أو بعده يما يجي المسيح الباب يتقفل والبرة برة واللي داخل جوه يتمتع بملكية السماوات بلا انقطاع بلا نهاية وأيضا للبرة دارش يخش جوه انتوا فاكرين الباب الديق بالنسبة للعاذر وبالنسبة للغني الغني كان في الواسع كان في الاتساع كان يتناعم كل يوم مترفهان بينما الفقير العاذر كان ينتظر حتى الفتاة السقط من مائدة الغني وما حد شداله كان مقروح ودماء الدمامل بتاعته أو القروح بتاعته مؤلمة ما كانش في حد بيسكنها له إلا الكلاب وشفنا في الآخر مات العاذر وحملته الملائكة فين؟ في أحضان إبراهيم في المجد أما العاذر أما الغني مات ودفن من الأرض إلى الجحيم يريت يا أحباء أننا نحتمل الباب الضيئ ونحتمله بتسليم بروح التسليم عشان نصل إلى مع العاذر ومع كل الذين ينتظرون مجيء الرب آمين يا أبونا جتنا طلبة صلاة من أجل بنت الرب من السويد من السويد عند مشاكل عائلية وزوجية ونصلي من أجلها ومن أجل كل البيوت اللي عندها هذه المشاكل الزوجية وإذا أولاد أو زوج أو زوجة نفسها فنصلي من أجل هذه البيوت يا أبونا بيوت كثيرة وعائلة كثيرة يا رب بيتدخل فيها الشطان بيلعب فيها الشطان بيحاول يضيع سلام العائلات بيضيع فرحة العائلات بيضيع بركة العائلات حل يا رب فيهم ادخل يا رب في هذه البيوت انزع يا ربي كل شر انزع كل روح شرير يدخل السلام يدخل الفرح الوحدانية يا ربي اللي انت أسطها من أول يوم تزوج الإنسان وتزوجت الإنسانة أن يكون واحدا مع بعض والاتنين واحدا فيك وانت تاخدنا يا ربي إلى حدن الآب أرجوك يا لهنا اعتي سلاما لكل عيلة اعتي بركة لكل مكان في مشاكل أولاد أو زوجات أو أزواج ارفع يا ربي الشر وادخل بسلامك إلى هذا البيت وكل بيت يا ربي محتاج لك استجبي يا الهنا عاجلا وكاملا أمين أيضا يا أبونا اليوم كلهم تحت الهوى كلهم تحت الهوى مش بيطلعوا معلش أهل ومسهل صلاة لبنت الرب من كندا وعائلاتها وأولادها الصلي من أجلها بنت الرب يا رب يا إلهي من أجل أولادها من أجل حياتها إنسانة عايزة تتمتع بحضورك يا ربي إنسانة عايزة تحس بالفرحة وجودك في هذا البيت إنسانة تحس بروحك القدس جرف على هذا البيت فرحة وسلام وصمر الروح القدس محبة فرح سلام طل أنا لطف صلاة إيمان وداعا تعفوه أمين يا أبونا مثل ما قال كما قبلنا الرب يسوع المسيح رب مخلص كالباب اللي هو قال أنا هو الباب علينا أن نسلك فيه كطريق لأنه قال أنا هو الطريق بقتلنا دقائق حتى ننهي البرنامج يا ريت إذا كان عندك كلمة أخيرة قبل ما ننهي البرنامج ونصلي من أجل الجميع يا أبونا أحبائي فيه كثيرين أن عايز أنهي الموضوع بتاع النهاردة ولكن ليه بقية أو ربنا يدينا نعمة نحن نكلم في هذا الموضوع لأنه موضوع الباب يدايق ناس كتير والناس كتير بتستعجب أو يا أبونا تتكلمنا عن الألم وتتكلمنا عن الصليب وتتكلمنا عن الاتهاضات وتتكلمنا عن الدم اللي بندبح كل يوم يا ربي في كل مكان سواء جسديا أو في أموالنا أو في أولادنا أو في أعمالنا أو حتى في خدمتنا الباب يدايق متعب يا ربي لكن إذا كان المسيح موجود فيه يقال إن واحد كان ماشي في الصحرة من الرهبان يعني فماشي وشايف خطواته وشايف خطوات جنبه لغاية ما طلع على الجبل والجبل ما بقاش الطريق واسع الطريق بقى ديق فوجئ بأنه رجلينه بس رجليه هو اللي عاملة العلامات وجنبه ما فيش حد فقال له بقى كده يا رب بقى لما كنت في واسع كنت جنبي وشايف خطواتك جنبي ولما جت في الجبل وطلعت والطريق بقى ده إكسجوز بي والطريق بقى وبقى صعب طلوع طالع طالع لفوق الطريق مش مستوي تسيبني برضو يا رب سمع صوته وقال له أصلا أنت لما كنت في ماشي في بحبوحة كنت أنا ماشي جنبك لكن لما جت في الباب الديق كنت شايلك كنت شايلك يا حبيبا عشان كده ما شفتش خطواتي أنا شايلك يا حبيبا أنت شلني وأنت شلني يا ريت ناخد الكلمات دي ونتأمل فيها أنت شلني من حياة الخطيئة أنت شلني من حياة الشهوة والعالم والورشة اللي أنا فيها والأمبشنز والدريمز اللي أنا دايما وغداني وإنت اللي تشلني أنت شلني يعني خدني بالتوبة وإنت شلني بأن أرتفع على أكتافك لملء القامة يا ملء القامة أنت وعدتنا بكده بالنعمة زي ما قال بوليس والتيموس قال له بالنعمة نعمة الرب يسوع تعطينا يا ربي فرحا تعطينا خلاصا تعطينا غفرانا تعطينا جهادا تعطينا أننا لا نكره الباب الدي منتظرين بالرجاء المريض أن يشفى واللي عنده ميت عزيز أن يتعزى وروح القدس يلمس قلبه اللي عنده المضطهد ربنا يسنده ويعينه ويفتح له الأبواب ويدي له وينتظر بركات الباب الدي إلهنا الصالح كلنا محتاجين يا ربي كلنا في ديقان العالم كله في الشرير والشرير ما بيدناش غير الضيقة والضيقة هي يقول عليها كده البابا شنودة التي يضيق عنها القلب الضيقة مش من الخارج الضيقة هي من داخل قلبي أنا اللي بيضيق وبتزمر زباني إسرائيل كان بيضيق قلبهم للضيقة للتجربة أو ما يعني تنظرهم أو ما كانوا يرونهم من أتعاب كان بيضيق قلبهم كانوا بتتزمروا وده كان بيزعل ربنا وعلى فكرة الضيقة والتزمر وصلت بني إسرائيل أنهم يعبدوا العجل لكن المسيح ما سبش ده عمل إيه على طول بعدها على طول قال للموسى انزل وعمل إيه اعمل الخيمة الاجتماع على طول هم عابدوا العجل والمسيح إيه عندما تكسر الخطيئة تكسر النعمة أيضا ما بيسمناش احتملوا الباب الدي خدوه بفرح خدوه بتسليم خدوه المسيح معاكم مش بايش ماشي معاكم ده شايلكم يا عبائي على أكتافه لغاية ما تقلق يديك سلمك الأجرة بإيده سلمك المنشن أو القصر السمائي يسلمه لك وقول فرحوا معي ابني ده كان ميتا في العالم في عاش الحياة الأبدية شكرك يا أبونا كل شكر جزيلا ربي باركك وينطيك نعمة وبركة وصحة حتى نقدر أن نكمل إلى يوم مجيء ربنا نسوع المسيح ربي خليك لكن أعزائنا المشاهدين نذكركم أن الأسبوع المقبل فرح يكون عندنا برنامج لكثرة مشاغل أبونا والربي باركك في الخدمة فالربي باركك وينطيك قوة ونعمة أعزائنا المشاهدين ادخلوا من الباب الضيق ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون الذين يجدونه إلى أن نلتقيكم الأسابيع المقبلة بنعمة الرب نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح مع شركة الروح القدس تكون معكم إذهبوا بسلام